مصطلح جديد لسه طالع لكن اعتقد ان هو مش طبي ما تقدرش تقول انه مصطلح طبي او ميديكال تيرمينولوجي ما تقدرش تقول مصطلح طبي بس مجازا لو اعتبرنا ان السوشيال ميديا نوع من انوع الادكشن او ادمان السوشيال ميديا وده المصطلح ابتدأ يدرك فيه اتجاه ان الادراجه ده من الامراض طب يعني ايه ادمان السوشيال ميديا يعني الشخص يقض وقت طويل جدا اكتر من 6-7 ساعات في اليوم ومن دول ما تكونش سوشيال ميديا شغلته او او ليها دعوة بحياته او بتفيده مادية بيتصفح بس بيتصفح بس وبتصفح اي حاجة وقال يقلب من فيديو لفيديو من بوست لبوست وما بتفيدهش مادية بقى بتستهلك وقته ممكن بتأثر على شغله الاساسي ممكن بتأثر على حياته الاجتماعية مثلا ولد مراهج قاعد ماسك الحاجة على طول ما بيكسبش منها فلوس قاعد ما بيقولش ما بينامش كويس صهران طول الليل انت تخش الساعة 3-4 بالليل مثلا بتلاقي كل الناس الجرين لايت من اوور في الفيس او من اوور والناس لايف وناس عادي بتتفاعل مع بعض الساعة 3-4 بالليل طب دول بيناموا امت ما بيناموش طيب وبعد كده يبتدي كمان يبقى عنده مشاكل صحية احنا لقينا دلوقتي المراقين والشباب من مثلا من 20-35 كله بيجي اشتك من ايه الم في الرسط هنا الم في الرقبة الم في الظهر وهقعد على طول لدرجة انه حصلوا نزلاج بايه غضروفي والتهاب في الايه في الاعصاب تاني حاجة النظر كله نظر فيه مشاكل تالت حاجة الاطفال الصغيرين اللي قم من سن 9 مثلا قاعد على اليوتيوب على طول بيتفرج على كرتون على طول في حط السماعات في ودانا على طول يجي روح لدكتور انفو اوزن مكياس السماء فيه مشاكل فكده يبقى عندنا مشاكل هضوية ومشاكل صحية ابتريت مثلا اقول له انت هتقنن اللي احنا فكرة ايه هتقلل الساعات او اسحب منه الحاجة اقول له انت كفاية عليك ساعتين في اليوم نرفزها بقى او عصبية وتخبيط وكسير ومش عايزة اعود مش لاقي حاجة عاملها مش لاقي حاجة عاملها معنديش بديل ايه خالص انت مش مجلد لبديل تالي ايه حاجة سمنا في الاطفال بقت كتير لانه قاعد على طول على الحاجة او ناس مفيش مجهود مفيش مجهود وما بيقراش ما بيلعبش رياضة مثلا نبقى في قاعدة عيلة تلاقي كل واحد مشغول بالايه بالتاب بتاعه ومشغول بالموبايل بتاعه وسايب الناس كلها محدش مركز مع التاني فكنا هنا بيبقى ايه بنحطه تمن نطاق ايه الادكشة يعني لما اجا اسحابه منك تبتدي تتوتر وتتنرفز بتستخدمه بدون ما يكون دي بتستخدمه زيادة جدا بتزود في ساعات اليوم مش قادر تبطله وحصل لك من منه مشاكل وانت مش معترف بالايه بالمشاكل فكل الحاجات دي اللي موجودة في الايه في الادمان فالسوشيال ميديا بتدعه يتحط دي من الادمان فعاك مجازا قاله دي توكس زي الدي توكس اللي بنعمله المرضى الايه الادماني يعني احنا عندنا في مرضى الادمان المخدرات او مثل لما بيجي يبطل ويحصل اعرض انسحاب بنعمل حاجة اسمها دي توكس بيدي له ادوية تساعده على اعرض الانسحاب وبنعزله في مكان عشان يقدر ايه يبطل طب هنا ايه انا عايز واحد يبطل ميديا قوي فلازم اجد له بدايل لازم اجد له بدايل لازم ايبطه ايجابي لازم ايطوف يتعود يبطى مع الموبايل القديم خالص اللي هو ما فيهوش دانا وما فيهوش فوعي وسيل التواصل فقط اه وسيل التواصل فقط يرد على المكالمات اللي هلده او مثلا اقول له هطاقت شهر من غير فيسبوك من تقدر طاقت شهر من غير فيسبوك او من غير تويتر يترى انت لا تكتب حاجة ولا تتعلق حاجة ولا تخش. مشكلة ان احنا ايدينا ابتدت تبقى. انا بفتح الموبايل انا بانسة اصلا كنت عايز اتكلم مين. انا بدخل على السوشيال ميديا مختلفة اللي عندي. بدخل على انستجرام فيسبوك تويتر اي حاجة بدوس عليه. او اكس دلوقتي بقى اسمه. بدوس عليها ودخل عليها. بجد لا اراضي تلقائي جدا. دي بقت حاجة اسمه فيروف ميسنج اوت. او فوم. انا خايف لتفوتني اي حاجة. فومو اللي بشوفها كتير دي اف او ام او فومو. فيروف ميسنج اوت اختصار. خايف لتفوتني اي حاجة. طول النهر ماسك البتاع ده. ده بص كده. اشوف مين ده كتب مين. مين عمل ايه. مين قال ايه. الفيديو بتاعك. وبعدين كمان الحاجات الكل شوية. اللي بيعمل الابليكيشنز دي بيبقى فاهم الساكولوجي بتاعت الناس. فيقعد يجيب لهم ايه حاجات ايه كده ايه. هما بيفكروا. هما بيفكروا فيها. بعدين كله مرتبط بعض. انا بقى ادور على الحاجة في جوجل. الاقيها ايه. ظهرت لي ايه فيديوهات عليها. على الفيس او مثلا. دخلت كتبت مثلا ساعات. او بدور على مثلا مركز ساعات معينة. بعديها دقتين بالظبط تلاقي الفيس بوك كله مليان. فده قعد ايه هو. عرف يسيطر عليك ازاي. انه هو اهتمامتك ايه. ويدخلك. يدخلك فيها. يطلع لك فيديوهات. قاد كده غريبة فانت تبتلي تتفرج الريلز. اللي قاعدة تطلع كل شوية. او ستوريز بتاعت. السمك اللي بيطلع لما تحطوه بيبسي ده. اه. تحطوه في الماء في الارض كده. لا لا لك فيديوهات غريبة. حاجات غريبة كل شوية تخليك ايه. مش عايز تسيب البتاع ده مشغول. ولبتده يسليك. وبعدين ابتده ايه. احنا ايه اللي دخلنا الدايرة دي. نفسيا بقى. احنا ايه اللي دخلنا هذي الدايرة. هل هو الفراغ مثلا. هل عندنا وقت مثلا. لا ممكن يكون. مش حكاية وقت بس. هو زي الحاجات دي جذبة. جذبة جدا. يعني ليها بعد ادماني. يعني اللي عملها عارف ان هيحصل معايا. عارف ان هيحصل معايا كده. فكرة انا بدأت الاول. وبعد كده ايه. مش قادر ايه. اه. ابط. يعني انا بدأت ايه. انا عايزة اعرف ايه الفيسبوك اللي بيقول. دا كلامة دا من 15 ثنة ما. عايزة اعرف ايه الفيسبوك اللي بيقوله عليه ده. او ايه تويتر اللي بيقوله عليه. بدأتao فالقيت ايه. فكرة بقى التفاعل. فكرة إبي ايه ايه برضو ايه. انا مش عايزة اكابل حد. لا اوي الصورة شكلها حلوة. انا عايزة الصورة اللي بعدها. انا عايزة عند قادرد ده. أنا مش عايزة أقابل حد أو أنا بقيت محدود على نفسي فطب إيه أعرف دنيا إزاي وأخبار الدنيا إزاي والعالم إزاي أو أفرخ كمان إيه على مفتراضي ألاقي وتوتري أفرغه وفرغه فيه مش فاضة بس حاجتين ممكن يعملوا الغباطة مع الإنسان لو الإنسان فاضي قوي أو الإنسان مضغوط زيادة عن اللزوم قوي فبيحاول يفرغ الشحنة بتاعة الفاضة دي في حاجة أو الضغطة دي بتاعة حاجة يخش يفتح يلاقي كذا حاجة يكتب يكتب بوست يلاقي ناس تتفاعل معاه يدعى للظلمو يهي يدعى للظلمو مستقق مكسودة موجهة تلقيح كلام فكل دوت نوع من أنواع إيه تفريغ شحنة إيه حاجات تعيب أسلا أن هي تحصل وتلاقي تواصل معاك وتبتدي تنبسط معاك الناس مش شايفاك ولا أنت شايف متعاطفة معاك مثلا متعاطفة معاك وتقعد بقى تكلم على الشمتانين فيك واللي ظلموك واللي متخنق مع جوزها واللي تخنق مع مديره فبيخليك ايه؟ انا مش قادر اشتم انا مش قادر مثلا اشتم اللقصي طب هشتموا على السوشيال ميدي انا مش فرحان اساسا بس احاول ايه احط للناس اصدر للناس ان انا ايه فرحة في خلق عند الاشخاص ايه عالم كده ايه يخرجهم ايه من الرياليتي بتاعتهم او الواقع الاصلي بتاعهم ودخلهم في واقع تاني وزي ما قلتلكم اللي شغال على الابيكشن دي هو عارف يعني هو عارف طبيعتك انا بفكر في ايه وبرصوا للناس ازاي مش اعتباطا المليارات اللي بتتحقق المكاسب دي مش اعتباطا لا انا دارس هاجزب الطفل ازاي هاجزب المراهق ازاي هاجزب الراجل الكبير ازاي هاجزب الناس الكبير حتى ناس بقت مثلا ايه لفوق السبعين جدوا تعالا نعمل لك تعالا نعمل لك بتاع فتلاقيهم ايه اتشيروا حاجات مناسبة لسن يعني انهم باكل واحد في لايه يتفاعل يعني هل الديتوكس النهاردة بيختلف من سن لسن يعني انا النهاردة لو عايز اعمل لابني صغير في السن عايز اعمله ديتوكس من السوشيال ميديا او من التليفون عمتا ليه حاجة معينة غير التينيجر او المراهق غير الكبير في السن خليني اقولك ابنك مفروض من غاية تسع سنين معهوش ايه بالسوشيال ميديا دي الجامعة الامريكية للطب النفسي الأطفال موصية كده معهوش سوشيال ميديا خلص ولا ليه دعو بالسوشيال ميديا دوبك معه تليفون بيرد ايه والعاب برضو عشان فيه موالي الالعاب ده ادمان الالعاب ده ممكن نعمله حاجة واحدة ما بيردش بيرد ويستقبل بس ايه تليفونات مايبقاش مع غاية تسع سنين ففكرة ديتوكس لكن للأسف دلوقتي تلاقي مسلا ايه ان ام في المطبخ وسايب الابنها اللي عنده اربع سنين قاعد ايه؟ قاعدين معهم يوتيوب لا معاهم طبعا لا ده غلط ده غلط نظروا منعتوا لانه بيزهر او ايه مش بتشتيته كمان انت بتقاط الاضاءة والحاجات دي بتشتت تركيزه بتظهر امراض نفسية اخرى فدوات غلط طب التين اتجر تين اتجر بقوله انت ايه مش يعني مثلا ايه انت بتقاط خمس ساعات في اليوم انا ساعتين اكتر حاجة مو في الاجازة ساعتين في الاجازة وبنقول في الدراسة يبقى ايه نص ساعة في اليوم بكتير او نحوشها كلها مرة في الاسبوع بنحاول نقول كده بس كلام الوقت كوي طيب اجاد لي بديل لازم هنا ادور ايه على البديل انت خدت مني الحاجة اللي بتسليني طب انت نفسك مسلي يعني مثلا خدت مني حاجة سلين كان زمان الاهل نقول نتكلم مع بعض نتناقش نهزر نتفرج على فيلم مع بعض نروح السينما مع بعض نقول نتغدى مع بعض نحكي اخبار اليوم مع بعض لأ انت الحكاية دي بقت ايه ازايك ازايك لكن ما عرفش عنك حاجة لا وهو ما بيردش عليه السلام بيبصله يعني انا زمان اتعلمنا واللاحد بيكلمك تبصله وهو بيكلمك لا ده ممكن يرد عليك السلام وهو عينيه في التليفون هو عينيه في التليفون عامل ايه طب تمام كويس يعني ما تعرفش ولادك لا حاول ترجع ان انت تعرف ايه ولادك لما تقعد معاهم تبقى مسلي تبقى حاول ان يبقى فيه جولة مدة قد ايه تكفي يعني انا مسلا هابتعد عن الفيسبوك اه مدة قد ايه تكفيني عشان اه اقول ان انا خلاص خدت قصت كده من الراحة وارجع تاني استفدقى يعني مدة من من اسبوع لشهر من اسبوع لشهر يعني في ناس تقولك شهر كتير يعني دايما اقول من اسبوع قد اسبوع مش محتاجه انت محتاجه في ايه محتاجه في ايه هي فكرة انا محتاجه في ايه هل دا بينعكس مسلا اقوله هل دا بيفيدك ماديا لا لا في عيدك في شغلك لا دا عمالي مشاكل في شغلي انا كتبت بوست قبل كده المدير بتاع افتقرني بتكلم مع ايه او واحد اسميلتي افتقرتني بقول عليها كلام فحصل ايه خناءة كبيرة ايه ماديا دا انا بصرف فلوس في ايه في الباقة او كل شوية ايه بقى يعني تمام ما فيش وجه استفادة مفيش وجه استفادة يبقى خلاص احساسي ايه بعد ما برجع بعد الديتاكسي المفروض احس بايه عشان حس ان انا قضيت وقت كفاية يعني مثلا اخدت اسبوعين لا انا كان مفروض اخد شهر احساسي ان انا راجع يعني ان انا راجع ايه عارف هستخدمه ازاي تاني من اول وجديد عارف هستفيد منه ازاي عارف انه ايه انه ما بقاش اساسي ايه في حياتي دا اهم حاجة انهم مش يبقى اساسي في حياتك مش اول ما حدته بتقولي مش اول مصحة في ناس قبل ما تشرف في نجان القهوة بتاعها او قبل ما تخسل وشها يقوم فاتح بباسس كده لا انا عايز لما ارجع عادي ممكن ايه موبايل سيجيبي عادي مش لازم ما يبقى ايه قاعد طول الوقت فاتحه يبقى احساسي ان انا مرتاح مرتاح وانا الحاجة دي مش معايا او عارف استفيد بيها ايه دا اهم حاجة في الديتوكس مش اقول ديتوكس وبعد كده ايه ارجع ايه بافراط يعني مثلا انت قلت ديتوكس وبطلت شهر زي السجاير مثلا اه بطلت شهر اه بالزبط بطل شهر وبعد كده كان بيشرب مثلا تلاتين سجارة في اليوم وبطل شهر يرجع يشرب اربعين لا بطلت يبقى خلاص تبقى ايه عارف هترجع بس خلينا برضو اقاين الموضوع صعب صعب هو صعب لان لانك ايه سهل سهل الوصول المتاح الحكاية دي ما فيش مش زي زمان محتاج جهاز كمبيوتر وتقعد وكورسي لا اي واحد مع سمارت فون دلوقتي واي واحد معا داتا اما مع واي واي فاي في اي حتة بقى مفتوح فانت لا لازم تتضرب نفسك وتشغل نفسك بدايل انا مش فكرة انا بطلت طب انا بطلت وانا شغلت نفسي في ايه ممكن ابتالي هاروح الجيم هقرى هقعد مع نفسي عمل بيديتيشن استرقاء كده عباداتي يعني اي دي انا كل ديها تقوس وليها عبادات تخد وقتك فيها مثلا اه 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 نرجع نقعد مع بعض تاني يا جماعة زي احنا فيه اهالي ما يعرفوش ايه ولادهم ايه والفكرة بس ان احنا بنتعامل التعامل المالي بابا انا عايز فلوس عشان كذا اه طب خد فلوس عشان كذا لا عايز اعرف ابني وابني يعرفني ونقعد مع بعض ونتكلم ايه اه مع بعض بدون ما احس ان فيه قابة او فيه او فيه سلطوية لا نقعد مع بعض كده نرجع تاني نتغذى مع بعض نفطر ايه مع بعض حاجات كده ايه ما هي السوشال ميديا دي احداثت ايه حاجات كتير مش مباسة الادمان لا هي احداثت ايه تغير اجتماعي كامل فاحنا نحاول ايه نقاومها على قد ما نقدر واو نستفيد منها عشان محدش يقول كل شوية مثلا المراقين او التين اتجرز او الاطفال بيتفرجوا علينا وانت بكرهونا في السوشال ميديا انت قدين تقول كل حاجة وحشة وانتو بتستخدموا السوشال ميديا 14 ساعة ودي نقطة مهمة بقى ما يكون الاب والام هما نفسهم مسكين الموبايلات 24 ساعة ازاي ممكن ينصح ولادهم بحاجة زي دي هل مثلا ممكن نتكلم معاهم نفكر مع بعض ايه رأيكم نبد عن السوشال ميديا احنا الاتنين مع بعض يعني الاب والابن او الام والابن ايه نقط بقى مع بعض زي مثلا ايه انت بتشرب سجاير بابا بيشرب سجاير طب انت عايزني ما اشربش سجاير ليه هي كده السوشال ميديا نبتدي في البيت كده هنقط مع بعض هنتغدى مع بعض هنفق ان احنا نسيب السوشال ميديا او مثلا في يوم جمعة في يوم جمعة موبايلاتنا هنحطه في الباسكت او هنحطه في اي اي حاجة كده شنطة كده كلنا او نقط ايه مع بعض قاعدة نتكلم او نقط نتفرج على فيلم مع بعض او نقط نحكي اللي حصل ساعتين في اليوم كده من غير سوشال من غير سوشال ميديا قاعدين مع بعض ونبتدي نقلل بالتدريج نبتدي كل شوية نقلل بالتدريج وانا بتكلم معاك يبقى مبايلي في جيبي وخلاص مش انا قاعد ماسك الموبايل وبكلمك وبرد على الواتس هنا وبقوم كاتب بوست هنا وبقوم مشارك في كوميا لا انت تبقى حس ان حواسك ايه كلها معايا مش معا مش مع حاجة معينة فبتدي حاطت الموبايل على على جنب كده كل قشرة مشاركة قصة ونشجع بعض طيب اللي مش مثلا هيقعد كل واحد في التاني لو يبقى تحدي مسك وده انت عارف لو دقلت معاهم في الشالنج المراهق ان احنا ايه ان انت هتعمل حاجة مثلا ايه طيب انت هتجيب لي هدية يقول لبنوا انت هتجيب لي مثلا هدية لو انا ايه ما قاعدتش وقاعدت خرجنا معاك وتفسحنا وتفسحنا ومنكلمش على السوشال ميديا كل واحد فينا هيجيب لي التاني ايه هدية بسيطة ان شاء الله الشوكولاتية شوكولاتية حاجة لطيفة كده ايه تهدي الدنيا شوكولاتي طيب ايه اكتر الاعضاء اللي بتتأثر بالاستخدام المفرط للسوشال ميديا يعني هل هي العين المخ الاعصاب هل بتختلف من سن لسن بتختلف من سن لسن الاطفال منعتهم والوزن الزايد ونقص النمو وليه بقى بيصهروا بيقعدوا مثلا 3 ا 4 غير 3 ا 4 بالليل فده بيأثر على ايه هرمون النمو وبيأثر على المناعة بتاعة الجسم فتلاقي ادوار برد متكررة تلاقي ايه انيميا تلاقي سمنة لانه قاعد على البتاع ده على طول وبيأكل ديليفري ديليفري على طول يتلاقي سمنة مفرطة يأما تلاقي ايه انيميا ده في النسبة للاطفال المرقين النظر بتاعهم النظر بتاعهم اغلبهم دلوقتي مترددين على عيادة اطباء العيون والنظر بيأثر تاني اللي بقى الشباب لغاية كبار السن مفاصل المفاصل والتهاب الاعصاب اعصاب الايد والفقرات اللي ضغط فقرات الرقب لانه قاعد على طول عامل كده او ايه او نايم حتى في السرير وعامل كده كل ده بيأثر على فقرات الرقب او قاعد على كرسي على طول فبغزنك كله قاعد على طول فبقاعد على طول فبقاعد على فقرات ظهرك اللي برضو القلق والتوتر لانه هو معدي بيبقى في حاجات كده زي معدي اخبار كده ايه سودوية طول الوقت اخبار حزينة طول الوقت فبيسبب نوع من اقدار القطور يدخلك في الحالة دي صحيح طب انا من البداية دكتور يعني ايه اللي يخليني اوصل مع ابني لمرحلة ان انا هبتدي اقلل من استخدام الموبايل طب انا ليه مابدأش من الاول بحيث ان هو هو لسه طفل صغير خالص 8 سنين 9 سنين عارف ان فيه توقيت للموبايل عارف ان فيه توقيت لسوشال ميديا ما اعتقد ان ده افضل ده افضل بس انا ايه دلوقتي بيحصل الواقع هو الكتاب غير الواقع او اللي احنا بنا تمنيه دايما عكس زي ما حداتك قلت لي الفكرة الصعبة ان انا بحيث انا امه عندي بس انا اربعة خمس سيال فاي عايز اتخلص من زن اتنين تلاتة عايز اتخلص من زن اتنين تلاتة فخلاص ايه يا سلام ده خد التابرت ايه وسكت خد الموبايل ايه وسكت ده بيلعب جيمس ده اه قاعد نايم في قط ونايم في قط استسهال لا لا انا لازم اتضرب مش استسهال الاستسهال ده هينتج عنه ايه مشاكل بعد ايه بعد كده فلا انا من الاول كده حط قواعد ورولس وتقريبا وعي التكنولوجي برضو الوقي احنا بنستخدم التكنولوجيا بس ما عندناش وعي ايه بيها او دايما بنسي استخدام الايه التكنولوجي لكن انا عندي وعي التكنولوجي ابعاد الحكاية دي لأ مش هدي لابني الحكاية دي انا ابني هوادي التمرين اه هذا درس القرآن ها هعلمه يرسم هعلمه يكتب يكتب قصه يمثل كل حاجات دي كانت موجودة زمان تعودية هنروح درس بليه هنروح درس بيانو هنتعلم موسيقى كل حاجات دي كانت موجودة زمان فبتشغن عن الحكاية هعلمه يقرأ ازاي فالحاجات دي لازم الحاجات القديمة ترجع تاني حتى احنا قديم مع بعض ندور على انشطة مكاملة مع بعض نعب انت ساحت البتاع انت ساحت البتاع طب يديتني ايه انت دمك تقيه الاساس ما بيعرفوش كلام معا فاهمين اساسا احنا بنقول بنقول ايه هي بصراحة هي صعبة قويها مش سهلة خالص لانه النهاردة كمان يمكن نسبة الانشغال احنا او الاباء والامهات اللي بقوا فيها ما كانتش موجودة زمان يعني كل المغريات اللي موجودة النهاردة من المنصات المختلفة على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا وعلى التابلت وكل الاجهزة المختلفة دي وهنا الطفل مع نينتندو ومع بلاي ستيشن ومع مش عارف ايه فالموضوع بقى صعب بصراحة مش سهل لكن في الحقيقة مع الزمن ومع مرور الوقت كل مدى الموضوع بيصعب على كل اب وام انهم يربوا تربية صحيحة وصحية وده اهم حاجة عشان نحافظ على صحة اولادنا ونحافظ على صحتهم النفسية والعقلية لانه المشكلة هنا كمان ضرر نفسي كبير قوي بيعود عليهم مش هنقدر ان احنا نسيطر عليه لو سبنا الموضوع مفتوح من المستقبل يمكن دايما الحاجة المشتركة اللي بيقولها كل الدكاترة اللي بينورونا هنا في البرنامج انه حاولوا على قد ما تقدروا تأخروا مرحلة انه كانوا تسيبوا موبايلات او اي اجهزة للاولاد في سن صغير ابتدوا من سن 9 سنين في ما فوق بلاش نستسهل والاطفال الصغارين يبقى معهم اليوتيوب يتفرجوا بشوف سنتين ويمكن اقل بيتفرجوا على اليوتيوب على الموبايلات مش بنقلل ولا بننتقد من دور الاباء والامهات لكن نحاول ان احنا نوعيكم في حاجة يمكن ما نبقاش عارفين اضرارها في المستقبل هتبع عاملة ازاي لان الحاجات ذي كلها في الاول وفي الاخر حديثة ودخيلة علينا كمجتمع نشكرك يا دكتور كل الشكر ليك دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس على وجود حركة معناه شكرا ليك كل الشكر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم